السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في سؤال جالنا بصراحة بالنسبة للورنيشة الستين خمسين بتاعت كابسي ينفع نرشاها على بويا ماكسي ماير او بويا دوبير او كلام من ده بص رجال يعني في الاصل في الموضوع ده انت تشتغل بسيستم كابسي خليك شغل بسيستم كابسي هتشتغل بسيستم دوبير سيستم ماكسي ماير خليك شغل بويا ورنيش بنفس السيستم يعني في ناس جربت الموضوع ده وما حصلش ايه مشاكل والموضوع عادي جدا لو في الغالب مش يحصل حاجة لانها كلها بويا بيسكوت والورنيش بيكون اكرارك فهو الموضوع عادي ولكن انت لو كلمت الدعم الفني بتاع الماكسي ماير او كلمت الدعم الفني بتاع الدبير او الكابسي او ايا كان ممكن الرد يختلف من دعم فني لدعم فني ولكن في الغالب هيقولك يعني الافضل بلاش او مش هيقدر اديك الضمان او الجرانتيه على الدهني مايحصلش فيه مشكلة انه ممكن لو اشر معاك هتكلم انت الدعم الفني بتاع الورنيش ولا بتاع البويا ممكن يعني الورنيشة الستين خمسين بتاع الكابسي لي افتكر ان هي ورنيشة عالية الصلابة والورنيشات العالية الصلابة دي يعني الشركة المصنية للورنيشة على الصلابة هتلاقي دعم الفني مجيوره يقولك إيه او لو انت ت dulش وورنيشة عالية الصلابة طبقة البيسكوت او المتالك اللي تحت ده فالاصل انه بخدش مصلب لا حتلاقيه بيقولك ضيفل شوية مصلب وافي نشرات فنيّة أساسي كان جميع جميع يقولك ضيفلها استيق PARAaru مصلب عادي او انت ترش بيات سري كوت او ترش طبقات دهان كتيرة او عاوز ترش ورنش بعد فترة يقول لك ضيف شوية مصلب والتي هي الورنشات الوهش اس دي او الحاجات الهش اس دي يقول لك ضيف على طبقة البيس كوت اللي تحت دي شوية مصلب عشان خاطر ما يقشرش الدهان بارك ان في ناس رشة الورنشة الصلبة العالية بدون يعني يذكر اسامي شركات والورنش اشر من على طبقة البيس كوت الدهان فارح متواصل مع الدعم الفني الدعم الفني المشكور جاب له بوية العربية كاملة ورشاها من جلد على حساب الشركة المصنعة يعني الله بيكون جزام والله قرر بصراحة كويسة منهم وتكفلوا كل المصاريف الكبينة وكله وقالوا له طريف على طبقة البيس كوت دي شوية مصلب عشان الدهان ما يقشرش معاك فأصبح انت لو جبت الورنشة لي انت ممكن يكون المصنع بتاع البيس كوت ده لو هترش عليه الورنشة محتاج ان هو يقولك نصيحة مش عليها او العكس البيس كوت ده يقولك لما هتك هترش فالافضل لا انت خليك في سيستم واحد يعني انت هترش به يعني مثلا ان احنا اشتغلنا مع شركات شركات ام وعملة تحت منها كذا براند يعني على سبيل المثال الشركة هي ام لكذا توكيل براند علامة تجارية لبيات سيارات هنفرض على سبيل المثال زيد عبيد محمد حسنين مش عارف ايه ايه الشركات دي كلها تحت الشركة الام دي الشركات دي كل شركة منهم لها سيستم خاص بيها بوية ومعجون وورنيش وفيلر وبيس كوت وده وده وكل حاجة ودي نفس الكلام تمام كده طيب الشركة الام دي كان بديك تقول لنا لو حصل نقص هنا في مصلب بتاع الورنيش ده كان الدعم الفني بيقول لنا خدوا عادي مصلب من هنا ويدفوه على هنا ما فيش ايه مشاكل عادي ليه هنا احنا بناخد يعني تعليمات او حاجات من الدعم الفني نمشي عليها ليه لان هو اللي بيدينا الضمان على الكلام ده حصل تقشيره هو المسؤول هو بقى هو عارف كمياته فيها ايه ما فيش ايه مشاكل يعني يقول لك لكن ما اروحش انا من دماغي يعني مش هازين حد يرجع يقول بس ايه ما انا اجربنا احنا احنا اجربنا الموضوع ده كتير بدون رجوع للدعم الفني والحمد الله ما حصلش مشاكل ولكن يعني هي حتة كيميائية والحتة الكيميا دي احنا مش ملمين بها اوي هترجع للدعم الفني بتاعك وماشي هو قالك خلاص كده تمام وفي الغالب هي تنفع لكن مش هنفع ندي ضمان على الكلام ده نأكد بس على حتة نفعت معانا واشتغلنا معانا فيش اي مشاكل من ايه من الشركة القوم لان كان الدعم الفني هنا هو هو الدعم الفني بتاع البرندات دي كلها كانوا بيقولون عادي اخدوا مصلب من هنا مصلب من هنا ويدفوه على الورنيش ده في ظل ان كان فيه برندات منهم كان فيه مصلبات وتنارات خاصة بكل سيستم يعني مثلا كان فيه شركة زي دي اللي هي من الشركة الأم ديا زيد عبيد محمد حسن زي ما قلنا الشركة منهم دي عاملين تنارات خاصة بالبيس كوت اللون يعني المط وتنارات خاصة بالورنيش اللي هو الاكريليك اللي اتوكي سواقب واسلة وكلام منه وكان فيه شركة لا فهم لما كانوا بيقولون بردك ما كانش الموضوع كده وخلاص كانوا بيقولوننا ناخد الحاجات اللي هي تنفع على البيز والحاجات اللي تنفع على الورنيش بردك للسيستم اللي هو اللي احنا شغالين بيه بيقبل التنار المط أو التنار بتاع الورنيش يعني هو خلاصة الكلام في الموضوع دول اللي ننصح به خليك في سيستم واحد احسن وانت يعني افتكر 6050 ده انت عشان خطر افتكر متال 6050 ده ورنيش على الصلابة تبما الشركات التانية عاملة ورنيش بردك على الصلابة وشركة كابسي بتاع ال 6050 ده عاملة بيس كوت اللي انت هترش البيس كوت ماكسي مار او هترشه مش فاكر قلت ايه يعني هو نفس الموضوع يعني فهو السيستم واحد افضل واللي ليه تجربة حوالين الموضوع ده او خبرات حوالين الموضوع ده يسيبها لنا برضو في التعليقات الرجالة السلام عليكم